في المرحلة الحاضرة يقولون للأمريكيون أنهم بحاجة إلى شهر إضافي كانت المهلة الزمنية أولاً مفروض أن تنتهي خلال نصف منتصف هذا الشهر ثم طلبوا مهلة إضافية وهذا الشيء طبيعي لأن غزة مسرح عمليات سعب جداً والتحسينات التي قامت حماس بتحضيرها لسنوات أثبتت أنها فعالة وأن الدخول إلى غزة مكلف ورغم أن الإسرائيليون تقدموا داخل غزة ولكن لم يحققوا أهدافهم وهناك أيضاً مشكلة أخرى ولكن لا تبحث على مستوى وزير الدفاع الأمريكي ورئيس الأركان المشتركة تبحث على مستوى الرئيس بايدن والحكومة الإسرائيلية وهي مسألة ما بعد غزة ومسألة الدولتين يعني الولايات المتحدة وضعت هذا الهدف كأولوية بعد أن كان بايدن صرح قبل حرب غزة بأن في المرحلة الحاضرة لا يمكن الكلام عن دولة فلسطينية عاد وغير موقفه من جراء ما حصل ومن جراء مخاطر توريد القوات الأمريكية في حرب أخرى في المنطقة يعني أصبح الأمريكيون يضعون مسألة إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ما بين غزة والضفة الغربية كأولوية وهذه نقطة خلاف جوهرية مع نتنياهو وهو يكرر أنه يرفض الدولة الفلسطينية وحتى يرفض فتح ويرفض السلطة الفلسطينية ويرفض كل شيء لا يريد أن يسمع بالسلطة الفلسطينية واليوم أيضاً مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة صرح تصريح مماثل وبدأت هذه التصريح تتتالى والغضب الأمريكي بدأ يرتفع وبالتالي يجب أن ننتظر أنه رغم التحالف الاستراتيجي بين الطرفين والذين يتفقان على وجوب إنهاء قدرات حماس يجب أن ننتظر صداماً مهماً جداً وأن حكومة نتنياهو برأي لا يمكنها لن تتمكن من الصمود في وجه الضغط الأمريكي الولايات المتحدة هي الوحيدة القادرة على إجبار إسرائيل على القبول بالدولة الفلسطينية ولكن في نفس الوقت سيد خليل نسمع آراء وخاصة من الجانب الفلسطيني بأن هذا الذي نسمعه عن خلافات بين الجانب الأمريكي والإسرائيلي هو مجرد خلاف تكتيكي وربما آخرون يقولون بأنه فقط لذر الرماد في العيون ألتجدوه كذلك؟ لا أظن ذلك لأن إذا أخذناها من المقياس الأمريكي طبعاً المقياس الإسرائيلي واضح ولكن المقياس الأمريكي الأمريكيون لا يريدون أن يتورطوا في حرب في الشرق الأوسط وتصرفات إسرائيل إذا استمرت على هذا النحو ستورطهم في الشرق الأوسط لديهم مشكلة كبيرة في أوكرانيا وهم بالكاد يستطيعون أن يعطوا الأوكرانيين وسائل الصمود الأموال التي طلبها الرئيس بايدن من الكونغرس منذ شهر بخيمة مئة مليار ومليارين منها 61 مليار لأوكرانيا و14 مليار لإسرائيل هذا الرقم يظهر تماماً أين هي الأولويات ومن بعد عملية حماس ومن بعد ما حصل من بعد هذين الشهرين واضطرار الولايات المتحدة إلى إرسال سلس قوتها البحرية الجوية إلى المنطقة وهي لا تريد أن تبقى على هذا التورط نفهم أن الحل الوحيد هو إعطاء دولة للفلسطينيين الحل الوحيد الذي يمكنه أن يؤمن الاستقرار هذا الخلاف مع إسرائيل ليس تكتيكي على الإطلاق إنه خلاف استراتيجي ومن الواضح أن هناك أصوات في إسرائيل تتناغم مع التمنيات أو التواجهات الأمريكية لسيما وزير الدفاع غالنت وأيضا رئيس المعارضة بني جانتس الذي هو عسكري وأيضا أريد أن أشير أن هناك تسريبات كثيرة تقول أن العسكريين في إسرائيل ولسيما الأركان هم مع قيام دولة فلسطينية لأنهم يعرفون ويدركون تماما أن الحل بين إسرائيل والفلسطينيين لا يمكن أن يكون حل عسكري بل يجب أن يكون حل سياسي ديبلوماسي مع إعطاء كيان واضح للفلسطينيين معترف به من قبل إسرائيل ومن قبل العالم أجمع